يعني هو بيقول مثلا ان في 372 شركة وبيقول لك محمد علي يرد على كلامي ويقول رأيه للناس انت تقول رأيه بما ان العصفير بتوعك يا محمد ناصر جوا مصر انا ما عنديش عصفير يا عمي انا عندي ناس وطنيين محترمين خايفين على البلد دي بيعرضوا فيديوهات يا استاذ انا سنك صابر يا استاذ صابر ما عنديش عصفير ما عنديش عصفير كما عن عصفير جوا الجيش هو عايز يبقى هو بيقول لك هل يرد على كلامي بيقول لك في 372 شركة مأولات وانه كل شركة من دول بيتخصم منها مبلغ حسب الشركة هو واحد صاحبه تخصم منه 200 الف جنيه لما راح للراجل ده وقال لك هخرب الدنيا دخل لقى اه اصليستا وقل لك انه من ساعة ما الارهابي محمد علي ما طلع وقال مستندات بيمنعه دلوقتي اي حد يخش بموبايل ده في رعلا حصل من ساعة ما اتكلمت وده حصل وكمان في مأولين كبار اتمنعت ان هي تسافر لما تاخد اذن من الامن الحاربي كان زمان الامن الحاربي ده الاستاذ الزبار لما يجي زبا يتسافر مستحيل يسافر لما ياخد موافع من الامن الحاربي حتى لو طالوا عمره افرحي مستحيل الحاجة الجديدة بعد ما انا ما اتكلمت ابتدوا يعملوا كمان المأولين الكبار ما يسافروش الى موافع الامن الحاربي ليه يخافوا ان يمقاود يطلع بولاده او بقسطه ويحصل نفس الموضوع اللي حصل معايا ان انا زمس عملت معهم كده ده وضع طبيعي ما وضوع الموبايلات ان هي تتسلم على الباب ده مش حاجة فيها حال السوال با يطرح نفسه هنا هو ليه بيسيبوا موبايلاتهم على الباب برا ده صغر السيس اذا اتنافسه بيطلع اتكلم عليها على الملأ قدام الشعب ففين هنا السرية او فين هنا الخطورة ان انا ااخد الموبايل بتاع المياول على الباب يعني مثلا هطلع اتكلم هعمل فندق زي فندق تيولي ايه وانا اطلع اتكلم مع فندق مع الزابط أخلي الموبايل بتاعي على الباب إلا إذا كان فيه اتفاقات أو فيه برشعة تتفع بالضابط الآن أن يكون معايا الموبايل لا صورني يعني جاء الحركة كل نهاردة أتفهم معاك على شقةك هعملها تقولي ليه سيم الموبايل على الباب يعني مش فاهم هقول لك شوات سيراميك هاعمل لك مطبخ هاعمل لك قودة نوم فإيه المخزة إن أنت تقولي تسيم موبايلك على الباب هل هي أسرار عسكرية ما هو بعد بس على فكرة يا محمد هو بيقول ده للمدنيين بس يعني بيقول إن بيتفتشوا مش بس بالموبايل بيتم تفتشهم المقاولين واتاخد منه الموبايل وده للمدنيين المقاولين بس إنما الصبات لأ وده بسببك لا لا الصبات لأ ده معروف حيث حمنا عصابة إن خش الموبايل بتاعه الإدارة بتاعته أو الحقيقة بتاعه أنا بتكلم عن المدنيين فليه الصبات النهاردة بيمنعوا المقاولين تخش الإدارات والهيئات التابعة لقواط المسلحة بدون موبايلات يبقى فيه حاجة مش قويسة بتتم جوه القدرة أو فيه حاجة حتتم وأنا خايف منك مثلا نصوص محمد لا تسجلها لي أو لا تصورها لي لأن أنت النهاردة داخل تعمل عند المشروع زي فندق فندق زي هتعمل لي فندق زي تريامف إيه المسكلة؟ أنا بكلمك في خرصنهار بكلمك في عمالة بكلمك في شغل وخلصتها ومخلصتش ليه أنا خاف من موبايل بتاعه؟ عشان الفلوس اللي حتدفعها لي عشان الاتفاقات اللي حنقولها مع بعض ما تتسجلش دايما عندنا بيخافوا جدا من موضوع الموبايل ده خاصة لما أنا طلعت وفضحته طيب ما هو ده بسببك طيب هو بيقول بيقول أنه أنه بيتفتش بيتم تفتيش العبيد يعني المدنيين لزحلتنا ويتاخد منه موبايل ومنك لله محمد علي هو بيدي عليك شغل يعني بيدي عليك أنك أنت السبب يعني وبعدين بيقول أنه بيتخصم منه ولما سأل اتخصم منه 200 ألف جنيه قال له على استراحات العساكر اللي بتبقى عنده كل مبنى ومشروع بيدي إيه بقى استراحات العساكر مش فاهم؟ استراحات العساكر؟ آه استراحات العساكر المكان اللي بينامه في العساكر هو بيقول كل مبنى يعني استراحات العساكر دي فين؟ معمولة فين؟ يعني في كل مبنى جنبه استراحة العساكر؟ لو طبع الجيش يبقى كل مبنى جنبه استراحة العساكر لازم يعني فندق تريامف لازم يبقى طالما ده يبقى وطن مسلحة لازم يكون فيه استراحة العساكر حقوله لك على حاجة مثلا دار زي دار حرص الحدود انت النهاردة عندك دار دار دي يعني فقط أفراح فيها حمام سباحة وفيها كافتريات فيها مقاعم زي ما احنا عارفين دار حرص الحدود دار حرص الدفاع الجوي دار الهيئة الهندسية طيب انت عندك النهاردة عساكر من مبنى جنبه بتجيبها من كلية ساعة وفنادي وبتجيبها من الدبلومات حنايمهم فينا عشان يشتغلوا ففيه ناس منهم بيكونوا ممكن من الأقليم من محافظات بعيد مثلا على الطاهرة على مثال مثلا الطاهرة فبتطر اعمل لهم ميز عشان يبطوا في الأماكن دي يبطوا زيهم زي العسكري ففهمت السؤالي لكن أنا بس سؤالي معمريا شكلها إيه الاسترحات دي يعني لا عادي بتبقى قود داخل الفندق داخل الدار عاديا جدا يعني قود خود بره قود بره زي السجن زي السجن بالزبط أنا مش عصدا هي زي السجن سرائر أكلنك في الجيش سيريرين فوق بعضه وبقى طب وهل دي تاخد 200 ألف جنيه من مقاول واحد بس و 16 مليون من مقاول تاني لا مش على ميز عسكري ب16 مليون ما هو أستاذ محمد هو بيقول إيه هم بيأخدوا فلوس هم بيأخدوا طبعا دي مفهاش كلام يعني لا نقاش حتى أنا شخصيا ما أنا قولت أنا دا أسباب نجاحي إن أنا كنت بأعمل إيه مع الجيش صعب جدا يا أستاذ محمد إنه بتختارك مؤسسة زي الجيش وتقبط ظابط جوا الجيش يعني النهاردة لو داخل على كمين النهاردة وفيه ظابط قوات مسلحة مثلا إيه بعد إذنك فتش العربية فتش العربية هو العساكل هلا نقل أو مطلق له النهاردة الشيء وقوله خدوا خلوهم معاك دا مستحيل دايما الكيان الجيش عند المصريين بالموروص معروف إنه هو حاجة محترمة جدا والأفلام والمسلسلات والأغاني والاحتفالات بتاعت 6 أكتوبر بنت هيكل للزابط إنه هو سقف عالي جدا فإنت مستحيل تقدر يعني إنت مش حتصدق إنك تدفع للزابط فلوس فبقى فيه حيرة ما بين الزابط والمدني في عملية البزنس عشان أعود معاك النهاردة إيه بقى الحيلة؟ الحيلة بقى لا الحيلة بقى إن أنت تبقى فكس وخش بقى صاحبه وعمل شغل كويس جدا ويعني طرق ملتوية لحد ما خليك تفك معايا وتبدأ تأمين لي وتبدأ تاخد مني فلوس يعني زي ما دخلت مثلا عن طريق محمود أحمد نعيم البدراوي إنه هو أحمد نعيم البدراوي جبت واحد صاحب زي حضرتك كده يعرف محمود هو عرفنا على محمود ومن خلال محمود أدينه البزنس ومن بعد كده أدينه فلوس على عملية وبخش بقى الجيش اللي بعرف محمود في الأول ولا هو يسلم عليها ولا يسلم عليه لكن بابا كان مدير سلاح المهندسية خلاص وص عليها بتعمل كم أول عادي جدا قعدت كده مثلا بتاع سنة سنتين بعد كده صحبت الزباط بعد كده الزباط أمنتني خلاص ده بقى اتعرف بقى أنا اللي وحمد أعلن إن محمود شريكي عملنا الشركة ودخل معايا فيها الشريك كان هو شريك موس وأنا شريك من مضامة عشان الشركة بتاعتي ومن هنا بقى الزباط بتبدأ تأمن لو أنا خنتك أو طلعت قولت اللي هو أو مدير إدارة إن أنا ديت للمحمود ناصر منهاردة فلوس أنا بتحبت علي إكس وممكن أتساعد فأنا كنت راجل أفتح أعمى وأخرى سواتش وطبيعي جدا لكن عملية إن الزباط بتاخد فلوس طب ما هو جيش كله بياخد فلوس اللي هما في الأماكن الحساسة أو بيعملوا معنا لازم ياخد فلوس وما نحشغل نزاي طيب لكن هنا واضح إن الفلوس بياخدوها عيني عينك لأنك أنت بتروح تقف في الطبور الراجل ده صحبه راح ووقف في الطبور معه شنطة فيها 200 ألف جنيه لأنه في ناس تانية دفعت 16 مليون جنيه وهو بيقول بيفترض فرد لو قلنا إن في عشر شركات بس هتدفع 16 مليون جنيه يعني 160 مليون جنيه وباقي 372 شركة يعني يقول حوالي مليار جنيه مليار جنيه عشان استراحات الأساكري أستاذ محمد ممكن في التكلفة دي دلوقتي وسعر الخرصانات وسعر الحديد اللي فوق الخيال العلمي إحنا 2018 ارتفاع أسهار الحديد وبعد التعوين ده كان بالنسبة لنا كارسة نووية كارسة لكل شركات المولاد وتسعين في الماء من شركات المولاد لا معلش لا معلش معلش أسف المواطعة يعني قواتك بتصلح إزاي يعني أنت عايز تقنعني إن استراحة زي السجن لو إحنا هنعمل 15-20 استراحة تتكلف مليار جنيه هو مش لازم يا أستاذ محمد ناخد الرقم وهو بيطني بالفعل هو إحنا بنسرق أو كنا بنسرق إزاي رأي حضرتك أنت النهاردة ظابط أنا هديك فلوس منين هديك من أربعة واحد إزاي ما هو قال كده في جميع أنا سمعتها إحنا حفرنا 2 متر خلوهم أربعة لو إنت أخذتهم فطول مثلا النهاردة 30 كيلو 20 كيلو أحسبك علي شي بقى يبقى أنا كنا حفرت الضابط ما فيش حاجة اسمها أنا بدفع من جيمي الضابط يديني أكسس أعرف نسرق بيها حنيجي نقول مثلا فندق زي تريامف فندق زي الماسا الماسا ده مثلا كان فندق فيه كان مثلا 30 ألف متر سراميك إحنا بنحطهم كامب الضابط يجي ولك بص نتعامل دلوقتي طبعا نحن نسرق الزباط لأنه هما في ضعف في كيان الهندسي داخل الهائلة الهندسية واحد حجم الأعمال اللي دخل عليهم فجأة من عفتاح السيسي اتنين عددهم قلائل جدا في مستحيل عملية المتابعة أرجع بقى الحركة الضابط بيقول لك إيه يا محمد نهاردة انت عملت مثلا كم متر 30 ألف متر سراميك دول مثلا بي كام سي يعني هدرب مثلا كده دول بي 100 ألف جنيه طيب أنا هخلهم لك يا محمد 100 ألف متر سراميك مين حيراجع يا أساس محمد مين حينزل يبص على اللي حصل ده الضابط المشرك ده اللي بيشرف معي على المشروع ده اللي بيعتمد معايا وعند أنا بقى الرجالة بتاعت اللي بتعمل المستخلص أنا برضو بظبط إن احنا كلنا بنسر فأنا بعمل إيه بظبط الرجالة بتاعت اللي بياخد مثلا سي عشرين ألف مني في الشهر ده ده ألف مني يعني هنقدر المستخلصات وكميات بعد ما تفعل مع الضابط أجيب بقى مدير المدير المشروع بتاعي وقوله معك محمد بن نصر هو وشوف هو عايزيه فيقولك إيه خليلنا بقى تلاتين ألف متر سرمية دول مئة ألف عملنا كم متر دهنات عملنا مثلا ألفين متر دهنات لأ خلوهم ستاة ألف متر الزيادات دي أنا باخد منها جزء قليل والجزء الكبير بسلمه لعد مدير الإدارة أيو أيو فهمت يعني زي الرشوة اللي في شرط المرور انت بتدي الأمين الشرطة أو لمندوب الشرطة بيدي لحد الزبط اللي وقف اللي فوق شكرا